اشتركوا في القناة وكافة الحضرة اعضاء الحضرة البكية الطباوية كل باسمه وخالص واسمه نيابة عن الفود الموريتانية التي حضرت اليوم لمشاركتكم افراحة والتراحة هذا الحدث الاسلامي العظيم حدث المقل هذا الحدث الذي لا تخص به الطريق البلد فقط بل هو حدث جامع شامل لانه يوم تذكر نفي الشيخ الخديم رضي الله عنه تحت ضغط المستعمر البغيط ويوم تذكر تلك الاياد والنعم التي افاضها الله عليه بعد هذا المنفى فهي اذا مناسبة وحدث اسلامي شامل كامل شامع جميع الموريتانيين حضروا معكم هذا اليوم لمشاركتكم اياه ولتعزيز وتوطيد الاواصل والوشائج التي ما فاتت تربط بين الحضرة البكية والحضرات والزوايا الموريتانية فمختلف الطرق الحضرة هنا من قادرية وشاذرية وتيجانية وحتى مريدية في موريتانيا حضرت هنا اليوم حاملة رسالة الهد ورسالة الأخوة التي نصب اوتادها ووطدها السلاف المنعمون رضي الله عنه وهذا الحدث العظيم مناسبة كذلك للتذكير بتلك الواصل التي رابطت بين الشعبين الموريتاني والسنجالي على مر الحقب والتي كان للمشايخ من مختلف البلدين الدور الكبير المتميز في توطيدها وتعزيزها على مر الزمن وباسمي الحاضرين من مختلف الزوائل الموريتانية نتوجه لكم مضيلة الشيخ بالشكر و يعرابي العظيم الامتنان لما لقيناه من حفاوة وحرارة 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 وكرم الضيافة طيلة وفلنا معكم في هذه قرية الطيبة الطاهرة ونقتنم الفرصة لمحملكم رسالة الزيارة ورسالة التماس الدعاء من فضيلة الشيخ الشيخ المختار الخليفة العام الطائفة الموريدية أطار الله عمره بصحة وعافية ورفاهية ونقتنم الفرصة كذلك لنطلب من الشعبين الموريتاني والسنغالي العض بالنواجد على تلك الأواصل والعلاقات التاريخية التي ربطت بين الشعبين الشقيقين ونثمن عاليا العمل الجيد والجبار الذي قام به قارتنا ورؤسائنا سيد الرئيس محمد العبد العزيز والسيد الرئيس مكسل في سبيل توطيد هذه العلاقات وفي سبيل تعزيزها بالطرأ وباختصار فإن جميع الموريتانيين الحاضرين هنا يشكرونكم ويوعبرونكم عن عظيم التنانهم وكامل تشكراتكم لكم ويلعون الله لكم بطول العمر والخليفة العام ولجميع الشعب السنغالي الشقيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملخص الخليل بالألفية سرين بي سرين بي سرين بي سرين بي سرين بي تجانو الموريت تشو موريتاني عمني ينبكت بباخة باحتين نيوفي تسكنم بككيين خوخو بمقبي وخوخو مقال وخوخو موريت خوخو الإسلام لنخ سرين بباخ الشيخ الحديم رضي الله عنه خوخو اللي كنت بابي دف بي اللي أبوكت بنتي لارك بنتي خيوال وخوخو فتلك بسبب وخوخو بابو وموريتاني نيوني يوتيجي بباخ كيين فتلك لولو يوتي ين تشين البان للانسان للاننوي للانزيارة للانزيارة لانزيارة الشيخ سيد المختار لاني الله قدر فنم اكوير درافت ويتم درافت لاني يوتيجي سيد المختار لاني اوتيجي موريتاني للحصول ويوتيجي بباخ بباخ ويوتيجي ويوتيجي الصغير والانزيارة موريتاني سينگال سين درافت اوتيجي نيوني تشين ويوتي يتشين محمد عبد عزيز مكي ترجمة نانسي قنقر رئيس الجمهورية جمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد العبد العزيز الذي أوفدني خصيصا لهذه المناسبة وباسم الحكومة وباسم الوفود الكريمة التي هي بين ظهرانكم اليوم من مشايخ وأطر سامية وضباط سامون وأصحاب الصحافة والإعلام المتميزين وأصحاب المجتمع المدني الذي أراهم في القاعة باسمهم جميعا نود أن أتقدم لكم بتهاني الناع الحارة وبتشكراتنا الخالصة بمناسبة ما قال 2015 ذكر المنفى وإنما هي ذكر الجاه كما يقول الشيخ أحمد بومبو في أبياته الشهيرة أراد به الله سبحانه وتعالى أن يكون قيبته ومنفاه جاها ولا أريد أن أطيل فالعلاقات بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية السنغالية متميزة فذكرها الشيخ الآن تربطنا أواصل القربة والجار والدم وكذلك أواصل نحن الآن في هذا الشهر انتهت اللجنة الكبرى الموريتانية السنغالية للتعاون التي وقعت فيها أكثر من 15 اتفاقية التعاون هذا ما يدل على الروابط المتينة التي تجمع الشعبين الشقيقين وسماحة الشيخ نشكركم أيضا خصيصا للزيارة التي قنتم بها لموريتانية هذه السنة والتي قام بها أيضا مشايخ من جميع الطرق الصوفية لطباء وهذا هو النهج الذي نحتاج إليه لأن كما أقول لا أحتاج إلى لطالة عندي رسالة مفادها أن الشعبين الموريتاني والسنغالي عندهم رسالة رسالة محبة وسلام والوقوف ضدها القلو والتطرف هذا هو نهجنا هذا هي مسجرتنا التنموية أن نكون دعاة سلام ودعاة محبة وأن نقف زندا لزن وذراعا لذراع من أجل تنمية بلادنا بعيدة عن الغلو وتطرف مرة أخرى أجدد لكم الشكر ونشكركم على ما تلقيناهم من حفاوة واستقبال كلمين ولا غروة أيضا فهذا مكان الضيافة فنرى في جميع إجابي الموريتانيون ضيوف خادم الرسول ولا أطيل مرة أخرى نشكركم وعيد سعيد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا لكم يا أ masculin مرة أخرى شكرا لكم شكرا لكم ستواهر شكرا للمشاهدة 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 صلى الله عليه وسلم المترجم للقناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر التي تتمثل هذا العام من إمام فايد محمد من لندن إمام جامع كبير في لندن وحذرت أو فضيلة مفتي رواندا ووفد المرافق لسيح بلال السوفي من مالي وكذلك وفد كبير من ساحل العاج ووفد كبير كذلك من إيطاليا يعني دائر أنسار ووفد كبير كذلك من برازيل ومن ولاية المتحدة نحيكم ونقول لكم وكذلك من غينية لأن ما نشنا غينية لأنهم من طبع غينية نعتبر بأنهم يعني منا ونحن منهم ونقول لكل هذا كذلك باسم سيخ سيدي ابن سيحمر المطلع يعني الذي هو في موريتانيا حذر الجلسة معنا وكذلك باسم السفير السنغالي في موريتانيا الذي اتصل بنا وقاله هو في التاريخ ولكن تاريخ ذيخ ونقول لكم باسم السيح بأن بين السنغال وموريتانيا هناك عدة علاقات يعني هناك علاقة دينية وعلمية ثقافية سياسية واجتماعية ونقتفي إنسانا يعني هذا العام كذلك بإشارة وجيسة بالعلاقة الدينية العلمية التي دشنا يعني هذه العلاقات لأن كل يعرف بأن شيء أحمد بنبا سافر إلى موريتانيا خبل أن يعني يعني ينتقل إلى هناك بالإخامة الجبرية لأنه باشر العلماء يعني وأخذ منهم وأعطاهم كذلك لأن هذه العلاقات يعني الذي ذكر عنفا والعلاقة السياسية التي تتمثل بحكومتين حكومة سنغال وحكومة موريتانيا ولكن إن شاء الله حينما نعتني ونهتم بالعلاقة الدينية الثقافية التاريخية إن شاء الله سوف يعني نكون يعني على أحسن يعني ما يرام لأن كما قال يعني القائل ما يوثد العلاقة هناك عدة موادع في الجسد يعني توثد العلاقة لا تنبر عليها شعر لأن يعني أولا وحب لكل شيء اللسان 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 يعني يتكلم ويكتب ويقرأ وكذلك يعني اليد لأن اليد كذلك هو الرجل وأعتقد بأن يعني رحلات شيء أحمد بمبا ورحلات شيء أحمد مطدع ورحلات شيء أحمد مبكي كلها يعني تترى يعني جسم كذلك بالرحلات التي شيء أحمد بسير كل سنة يعني يقصصها لموريتانيا من لجل ذلك هو يقول لكم باسم السيد المختار القليل العام لتريقة الموريدية بأن هناك كذلك يعني عدة كذلك لقاءات واتفاقيات مع جامعة موريتانية ومع زوايا موريتانية ومع مزايق موريتانية للتوطيد هذه العلاقة العلمية وخاصة مسر يعني جامعة الإسلامية بتوبا لا نتنع عليكم ونقول لكم يعني أهلا وسهلا في مدنكم في بتوبا لذيق الوقت لا يمكن أن نطيل ولكن بما أن البارعة كان هناك جلسة خاصة مباشرة في على الهواء وليو موكزا لك وخدن عدة جلسات سوف نعمق فيه يعني وردكلم فيه من أجل على قات نعمق فيه الحديث من أجل لك شكرا نعمق فيه مدعان المنطقة من أجل 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 وفي تحقق المدرية من يحبولدون أن هذه الخشرة يقولون لهم الجرد و convicted المعتد للنصة المعارضة التي ترقب أن يكون اينما المعارضة ونحن الآنين تتكب أن يكون اموانا المعارضة وما يكون ايدي من الليل والمعارضة الغربية كما ي komplett يصلون أن يكون كثيراً وت elegation التعامل اشتركوا في وجه الواتف من ذلكم هي نجازة المسألة التي تتجلبها من المنون ما يعتقدون أنها هكذا فقط من المزارف's سيدنا سنساء وضعنا في كل شيء فأي مما من الواتف ويوجود مما من الواتف الواتف ومما من المحب الواتف فما أنه مما من المحب الواتف ونحن من المترجم للإبارية يعجبنا نحاول أنها وقوة أنا وديو أن تعجبنا لأنك في يدل الخليفة في المعارضة واقضى الذهاب وحبهمهم يجاد على أنه يت Rajat فهروف يتجارب أن أنه يتجارب وتعالى الأفضل تحديث في وادعة في الحديث في السابق في الحكومة في الخطفة محمد لكم في الحركة كل المطاقبة أفضلت من فقط أنضاء كنين wirths مكترون به تعطي كبير من الب calf يكون تلك البدء وإنساء الموت إذن بمقر مولان اعطام المزيد في الربون المزيدات يشغل مسر قليلاً بمسر قليلاً يشغل مسر قليلاً أجل بمقرسي أنها المزيدة إذا فق نعرف أيضاً هذا يبقى ما أكبر ترجمة نانسي قنقر انظر أنه لا يمكن الحصول على الوقت والشترقاء على سيدي من المشاهدين فهل على العمل للبعال من البيعات يجب أن يعلم الأرض لأن نرف الأرض السنغ JUNI كانت ذلك السهل فعله من التالي المهام من مع ذلك من التالي ومن المهام من المهام الامن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السريع الدورة لأنه توجد أشهر المبكرة للمسلق ومورنسي ومورطاني ولللتك التي توجد منها ومورطانيا ومورطانيا والمورطانية توجد أشهر مدلسي ومورطانيا ومكتب أشهر اللحظة شهر أشهر للمسلسي في تطبيقه ملتقه المولد على المسائل في محل الحزب والمقصة التي لم يقبلها المنزل، ومقاومت بإمكانه وهو الهوالك وكم اخير سيدمارت المباكي في بطبيقه ومقاومت بحقه et vous, vous avez compris également le sens de ces fortes relations c'est pour cela également que votre délégation est forte de plusieurs personnalités qui sont venues uniquement pour assister au Grand Magal de Touba et le cher adresse ses vifs remerciements au président de la République mauritanien qui a bien voulu envoyer son ambassadeur qui est venu délivrer son message et la communauté maurite joue un très grand rôle dans les relations qui existent entre le Sénégal et la mauritanie et comme il a si bien dit la commission mixte qui vient de se dérouler s'est passée avec un grand succès et je pense que le chercier de Mastar Baké va continuer en tout cas à oeuvrer pour que ces relations soient meilleures chaque jour davantage et le porte-parole profite également de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à toutes les autres nationalités qui sont ici présentes c'est Richard qui sont en été que le Magal a pris aujourd'hui une dimension internationale incontournable et cela est la volonté de Serine Bachirou qui dès qu'on lui a confié l'organisation du Magal a quand même perçu l'enjeu et a perçu également l'importance de cette dimension internationale et aujourd'hui donc c'est son travail extraordinaire qui est en train de porter ses fruits et donc nous souhaitons à tous ceux qui sont là donc la bienvenue au nom de Serine Bachirou et au nom du Khalif général de Mourid je vous remercie Inch'Allah Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo !